برعاية المركز الثقافي الروسي بدماشق ومبادرة السلام السورية الروسية قامت الندوة الطبية الأولى تكريما لجيشنا الأبيض في مواجهة وباء كورونا بحضور عدد من الكوادر الطبية المميزة وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدماشق مبادرة السلام هي نشر الوعي والسلام والحس على الأعمال الإنسانية هي مبادرة إنسانية خيرية هذه المبادرة هي من أجل الحالة المعنوية حتى يعرف مجتمعنا قيمة هؤلاء وهو أصلا بيعرف لكن الحقيقة لابد من الانحناء علنا أمام هذا الجيش الأبيض الكبير جدا يلي ضحى ويلي قدم شهداء من أجل إنقاذ الإنسانية وبسورية بالذات بهذا الظرف الصعب قدم الكثير الكثير لذلك نحن جينا لننحني أمامه مبادرة السورية الروسية للسلام هي مبادرة انطلقت بأيدي سورية وشباب سوري كان همه الشباب السوري أنه يقدم شيء لهذا البلد بالتعاون مع الأشقاء الروس لأنه فعلاً إلون دور مساند والتكاتف تبعنا مع روسيا كان إلون نتيجة كتير مسمرة نحن عم نعمل عمل تطوعي إنساني وبالنهاية هو خدمي للمجتمع في ظل ارتفاع الأجور المعاينات اليوم بدل ما بتعرف نحن مبادرة نهتمينا بالناحية الصحية للمواطن نتعامل مع مجموعة كبيرة من أطباء مختلفة الاختصاصات لقدموا حسن بنسبة 50% وعنا معالجات وعنا تقديم كراسي وتقديم نواحي طبية مختلفة من أدوية لكافة المواطنين نحن فقدنا كثير من زملائنا الأطباء ما تأبوا نهائياً ولا تقاعصوا عن واجبهم بالرغم من خطورة الحالة والمرض يعني متابعة بالعنايات المشددية بالإصابات تقديم العون والخدمات الطبية للمرضى فكان خطورة عالية عليهم فقدنا كثير من زملائنا فنحن نشكر كل من قام على هذه المبادرة كانوا من الجانب الروسي أو من الجانب السوري تم خلال ندو الطبية تكريم عدد من الأطباء الذين كان لهم الدور الكبير في مواجهة داء كورونا تقديراً لدورهم في التصدي لهذا الوباء ترجمة نانسي قنقر